اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزكية الست المستقلة هي كل حياتها ان هي قررت ان هي تنزل تشتغل وبعد ما تنزل تشتغل انا نزلت اشتغلت ليه في جزئين فيه ست بتنزل تشتغل عشان هي عايزة تحقق ذاتها وليبقى ليها كارير وإطار اجتماعها حلو وفيه ست بتنزل تشتغل جباري هي مضطرة تنزل تشتغل هي مضطرة لان بيتها محتاجها لازم تشارك فيه ولازم تصرف لازم تنزل تشتغل طب الست اللي بتشتغل دي بتشيل مسئوليات اكتر ايه المشكلة لما تساعد جزها في البيت ايه المشكلة لما يكون هو مرتبه على قده فهي بتشتغل فالمرتبين مع بعض يشيلوا الشيلة كبيرة ايه المشكلة لما لاقي ولادي محتاجين حاجة واجبلهم مدام القب مش قادر يجيب ايه المشكلة لما انا حبيت اكبر شقتي والعيال كبروا فعايزين بيت اكبر واخد حاجة وقصت واخد قرد واشتغل اكتر واكتر عشان اسد القرد عشان اعمل حياة كويسة لحياتي تعالفين الست المستقلة دي هي اكتر ست بتتظلم في حياتها اكتر نسب طلاق في البيوت اللي فيها ست بتشتغل هتقولولي ليه لان فجأة بدل ما هي جدع جدعانة بصرف وبشيل وبضحي وبطبطب على كل اللي في البيت فجأة بتلاقي عدم تقدير من كل الناس اللي حواليها اللي هو في الاخر وهي بتتخانق مع جزء اللي هو حد قالك اصرفي حد قالك اشتغلي مع انه هو عارف كويس قوي ان هي لو مشتغلتش ومصرفتش البيت ده مش هيكمل البيت ده مش هيستمر فاللي هي تبقى واقفة عجزة اللي هو يعني عايزة تقول ومش قادرة تقول طب اقولك ايه طب ما انت عارف ان البيت لازم اشتغل وحط فيه فلوس ففجأة بتلاقي الست اللي بتصرف والست اللي شايلها البيت بتلاقي كل الناس رموا عليها المسئولية وبعدين فجأة اللي هو لا 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 انت عشان بتشتغل يمعاكي فلوس بقى فانت مش عجبك العجب وهي ما بتتكلمش برضو على فكرة هي الجدعانة الجدعانة والعطاء ده بيبقى طبع في البني قدمين ومش كل البني قدمين يعني مش كل الستات بتشتغل وتضحي وتصرف وتشيل وتربي وتعلم وتكبر مش كل الستات ومش كل الرجالة برضو بيقدروا شيله المسئولية لكن النهاردة بنتكلم على الست المستقلة هل ده عيب؟ عيب ولا ميزة؟ يعني الراجل تلاقي الراجل يقول ايه؟ انا عايز ست تكون شخصيتها قوية يعني الراجل قبل ما يتجاوز وهو بيدور كده بتلاقي كل كل كلامه انه عايز ست زكية ست شطرة ست تعرف تشيل المسئولية ست تسندني وتدعمني في حياتي انا عايز ست كده في ظهري في ظهري واول ما يلاقي الست الجدعة اللي شيله واللي في ظهره واللي سند الحقيقي في حياته ما عرفش ليه بيتحاول الموضوع انه يروح رامي عليها كل حاجة وحتى لو بيصرف قبل كده اول ما يبقى معها فلوس لا انا اقل للصرف عياله تعبنين ولا بتاعها هي تودي هي تجيب هي تروح فجأة يروح رامي عليها كل حاجة وهي تقدر تشيل بما انها تقدر تشيل فيه كمان مشاكل جات لنا كتير جدا عن الست المستقلة اللي معها فلوسها ومعها بيتها احيانا الست لما بتنفاصل بيبقى معها بيتها معها فلوسها واللي هي الست المقتدرة فبرضو بتضحي تقول ايه خلاص لو هي حبة واحد ولاية حد محترم تقولك مش مم يكون معها فلوس ما انا معاي احنا عايزين نعمل حياة والحب والامان والسند الست اللي معاها بيتها وتيجي تتجاوز فجأة اول زعلة وفي اي مشكلة تلاقي الراجل خد هدومه ومشي طب انت لو جايب البيت هتاخد هدومك وتمشي طب انت لو كنت صارف وشقيا في البيت ده كنت سبت البيت وخدت هدومك ومشيت عادي كده واللي هي برضو بتتعاقب ان هي تجاوزت في شقتها وان هي معاها بيتها ليه دايما الست الجدعة المستقلة الجريئة اللي هي صاحبة موقف وصاحبة موقف جدعانة ليه دايما بتتعاقب ان هي شايلة المسئولية انتو عايزين ايه بالظبط تلاقي الرجالة عايزة الست القوية المستقلة واول ما يلاقيها عايزها ضعيفة مستكنة انتو عايزين الضعيفة ولا القوية وليه دايما القوية الجدعة اللي وقفة على رجليها دايما بتاخد خبطات على رأسها عشان هي شايلة المسئولية خلينا قبل ما نروح لضيفي في الستوديو نروح هيكون معنا في الستوديو الأستاذ محمد عرائي مدرب الحياة والعلاقات لكن قبل ما نروح لأستاذ محمد هيكون معنا من خلال التليفون الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين وده طبعا شفته مسلسل بابا جي اللي اتعرض في رمضان رمضان اللي فات وشفنا المسلسل ده وكانت برضو فيه شخصية يمكن بتجسد البطلة معنا النهاردة اللي هي قدمته الفنانة نسرين أمين وكانت بتشتغل وليها دخلها المادي المستقل وكان بتصرف على نفسها وعلى بيتها وخاصة أن الجزء في المسلسل كان الفنان الجميل أكرم حسني فقد وظيفته وما كانش بيشتغل وكان مكبر دماغه على الآخر من كل حاجة والحقيقة أن المسلسل ده جسد الحالة دي بالزبط وهلا اتطلقت بسبب القصة دي ولا لا وإن مشاكل اللي وجهتها الستة المستقلة خلينا نروح ونقول ألو ألو بسان خير يا فاندو أستاذ محمد زي حضرتك بسان نور زي حضرتك الأول مبروك على المسلسل الجميل ده واللي كانت فكرته خليتنا نعمل حلقة النهاردة الله يبارك فيك طبعا كويس جدا الستة المستقلة الجدعة المضحية ليه بتاخد على دماغه والله يبصي يعني هي فروق فردية يعني مش كل الحالات زي بعضها بس دائما الإنسان طبعه فيه الأنانية أو فيه الطمع عصدي فيه الطمع تدي لحد ما إلى ملأ نهاية هي دي حقية بس صعبة تطبيقها أنت عارف يعني إيه ستة بشايفة ولادها محتاجين حاجة وهي في إي ديها تعملها وتقول لا مش هعمل عشان أنا معودوش على كده التركيبة دي صعبة على فكرة طبعا بس هي الفكرة أنت لازم انت فقط المصلحة العامة مش المصلحة الوقتية اللي هو الخير اللي جاي قدام لأن انت لو فكرت في الإيديكي بس دلوقتي ممكن اللي قدام يروح كمان صح ما هي في الحياة اللي الحياة كلها بتتفركش في الآخر وبدل يعني هي ما عملتش حاجة غلط غير أن هي معطاقة بالزيادة بس بالضبط بالضبط طبعا أنت شايف التركيبة تمشي إزاي يعني لو أنت يعني المسلسل طبعا كان حلو جدا بس أنا كنت عايزة في الآخر التركة اللي هي أنا أعمل إيه أنا دولات ست بشتغل جدعة معطاقة ما بلاقيش حد محتاج حاجة في البيت غيره لما بجيبه بدي جوزي محتاجني بقى في جنبه لو هبيع دهب كله وهديله يعمل مشروع دايما الستة المصرية على فكرة مقدامة في الحتة دي اللي هي بتوقف جنب جوزها وولادها وتبيع كل اللي حلتها بس تلاقي جوزها مبسوط وواف على رجله إزاي نحل الحتة دي إن أنا ممكن أبقى معطاقة لأن مش عايز أكره العطاء الستات المستقلة دي أكتر ست بتدي لأن هي بتشتغل وتبقى عايزة تبسط كل الناس اللي حواليها إزاي حياتها مطبص بسبب الميزة الحلوة اللي فيها أيو معاي إزاي حياتها مطبص بسبب الميزة العطاء الحلوة دي لأن ده ده حاجة حلوة يعني بص زي أقول لك مش كل الناس زي بعضها بس مثلا لو تكلمنا في الحالة بتاعت المسلسل هي فضلت كده لحد ما وصت المرحلة إنها الموضوع ده على حده فكان الحل إنها لاجب تصدم الشريك تصدمه تقوله أنت وصت المرحلة أن أنت بقيت عالي علينا تمام فالصدمة هي اللي تخليت وتحرك لما حس إنه حتى حنافية مدى توقف كمان اللي أنا معتمنة على طول الوقت اللي هو للصدمة دي ما كانش هيتحرك فيه أشخاص الصدمة بتجيب معهم نتيجة وفيه أشخاص أول ما تقوله أنت بقيتش تعمل حاجة وأنا تعبت من كتر اللي أنا شايلاء ممكن إلا أنت بتزليني وأنت بتعيريني وتلاقي المشاكل كلها يعني استتة عاملة كل حاجة حلوة بس الكلمة هو عايز يقلب الترابيزة هو أنت بتعيريني أن أنت بتصرفي في البيت ما هو دي الفكرة بقولك أن مش كل حالات زي بعضها ومش كل الحالات حلها كده يعني كل واحد بقدر يوزن الحالات بتاعته عاملة زي أنا بصراحة ضد ضد أن الست تتقلب راجل والراجل يتقلب ست يعني اللي هو الست المفروض بتبقى مدللة بتتدلع طلباتها تجيلها لأنه المفروض هو الراعي الأساسي في البيت هو الراجل هو اللي بيدي وهو اللي بيدي عطاء حتى نفسي وطبطبة وسند لكن باللاقصة الستات هي معظمها دلوقتي اللي بتدي كل الأحاسيس دي يا أستاذ محمد ما هو يعني الأساس في أي جواز هو الشراق يعني يا بقى حاجة أقول لك يا شرك زي الشرك بازم الأطراف كلها بقيام من الوظائف بتاعتها وبدون ما تفتنى مقابل طيب ما تديني كده إيه؟ التركيبة يعني أنا دلوقتي دخلها ارتابط مثلا نحن بتكلم كل البنات دلوقتي بتفرج علينا ندي كده تركيبة السيناريست برضو بيبقى مع سير الخلطة بتعرف إزاي تعالج لنا المشكلة دي بشكل درامي يعني أروح أنا معايا واقتنع وعيش الحالة أنا دلوقتي ست بشتغل ومعايا فلوسي ومعايا بيتي وعربيتي وكل حاجة تمام عايزة ارتابط والشخص اللي قدامي ده هيشيل بس مش قوي أمنع زي نفسي من العطاء بس أو أدي زي بشكل ما يجيش علي في الآخر إن أنا أبقى فاهمة الدور بتاع الزوج والزوجة أنا لابني عندي حاجة إيس عليها لو أنا ما عنديش قدوة إيس عليها أو المثال إيس عليها مش هعرف إيه صح والغراب يعني عادة دايماً بيبقى الشريكة الحياة دي علشان تعرف تفكر دايماً بيبقى عندها المثال بتاعها أبوها ومامتها كمان ومامتها اللي هي مستحملة ومضحية ومعندها الشخصية خالص مثلا لا 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 الفكرة في كده أنها بيبقى مثال جيد يبقى عندها في حياتها المثال جيد تقدر تيس عليه الزوج ده هيبقى زي ولا لا مثلاً ده من أحد الأمثلة أو من أحد الأسل الممكن أن يشتغل عليها فيه طبعاً واحد ممكن يقعد يقرأ يعني من القراية مثلاً أو من كتب العلم النفس أو كتب العلم الاجتماع يقعد يقرأ إيه هو الدور بتاع كل الشريك عمل إزاي فإيبدأ إيش على ده طب آخر سؤال يا سيد محمد أنت مع الست أن هي تصرف في البيت وتصرف وتساعد جزء وكده ولا الست ما تصرفش خالص أنا مع المشاركة يعني بمعنى أن مدام الطرفين ارتضوا حاجة والتنين مستريحين فيها وبما لا تجاوز العداد بتاعتنا مثلاً بمعنى أن مثلاً لو الطرفين مستريحين والراجل مستريح أنه عندها فروس كتير وبتصرف بس بالآخر ما فيه خالة هيبقى فيه خلل طبعاً هيجي هيجي الخلل جاي جاي بعد سنة بعد عشرة بعد خمسة الخلل جاي جاي فالفكرة أن أنت الطرفين الذين يبقوا عارفين إيه مصلحة البيت ويتوافقوا على ده مع بعض بشكرك جداً للأستاذ محمد إسماعيل أمين الكاتب والسيناريست النوارتيني للأستاذ محمد شكراً لك يا فان تعرفين زمان كان فيه أمثال شعبية كده كنا بنشوفها في الأفلامنا القديمة الأبيض وسود وأنا كنت زيكم أتفرج على الأفلام دي وعدت حك وأقول لها الناس دي قديمة الناس دي بتاعت زمان لا لا ده كان زمان كان لما كانت مثلاً الحمى تطلع تقول لها تقول لها تقول لها تقول لها بنتها نتفيل وريشه عشان ما يعرفش يشوف واحدة غيره ولا يعرفش يصرف في حتة بره أول ما الراجل يمع معه فلوس بيجري ويتجوز عليك ويعمل ويعمل هو طبعاً مش بالزبط كده لأن لأ فان فيه رجالة محترمة وما بتعرفش تخون ومسؤولة وكل حاجة بس حقيقة الراجل اللي ست بتوفر له بتوفر يبقى معاه بس هي بتجيب وهي بتشيل وهي بتصرف بيبقى زهقان بيحس إنه هو مش حاسس برجلته جوه البيت فبيروح بره يلاقي واحدة على قده كده ومحتاجاله ومحتاج يصرف عليها ويديها ويجيب لها تصدقوا إن الراجل بيحس قد إيه هو ذكر والرجولة العالية قوي في إنه هو يجيب ويصرف ويحتوي البنت ويحتوي الست فاوعي تشيلي السوب ده من عليكي أو اوعي تشيلي الحتة الحلوة دي دايماً الستات تقول لك إيه لها ما أنا بعمل وبعمل وبعمل وبتنسى إن الراجل حتى لو ما قالش هو ما فيش راجل بيقول كده بس هو الراجل بيحسها الست الزكية بقى اللي أنا بشوفها كده الزكية وارفع لها قبعة الست اللي ما بعرفش وما بشوفش ما بعرفش أنزل لوحدي عرفش أروح للدكتور لوحدي أصلاً ما بعرفش أروح للسوبر ماركت أصلاً الست الضعيفة قوي دي معنى مش ضعيفة دي قوية وديكتاتورية بس هي بيبين له الضعف عشان تدينه مساحة لدوره تعالى بقى كده عيش برجلتك وحس بنفسك إن أنا بقول حاضر ونعم تنزليش حاضر ما فتحش الباب غير حاضر آه هتقولي لي إيه دا فيه آه آه الستات دي هي اللي نكحة هير زكية اللي هي عايشة دور الأنثة عمرها ما عايشت دور غير دورها هتفضل الأنثة لأن الأنثة بتستفز رجولة الراجل إنه بقى راجل راجل في حياته وراجل في بيته وراجل معاها عشان كده هنتكلم النهاردة أكتر إن الستة المستقلة دي ليه مظلومة عشان فيه حاجات غلط هي بتعملها معنىها جدعة جدا وستة قوية وتقف على رجليها وشيلة كل حاج بس فيه حاجات هي مش فاهمة إن دا اللي بيضيع حياتها وبيضيع جدعانتها هنروح فاصل وهنرجع نستقبل ضفنة اللي هيناورنا في الستوديو لأستاذ محمد عراقي مدرب الحياة والعلاقات نفهم منه بقى إقصة الستة المستقلة دي اللي على طول واخده على دماغ ورجعنا لكم مرة تانية ومشاهدينا ومعاين ومنورنا في الستوديو لأستاذ محمد عراقي مدرب الحياة والعلاقات طبعا أول ماقول مدرب الحياة والعلاقات يعني احنا رايحين جوه حياتنا أهلا وسهلا بيك نورتنا النهاردة بنتكلم على الاندبندنت وومن على الستة المستقلة ليه دايما في مجتمعنا مدام الستة بتشتغل ومعاها فلوس وقدرة تعتمد على نفسها ولطيفة وجميلة وبتصرف على نفسها ولبسها وأحيانا بتشارك في البيت مش أحيانا ده معظم الحالات بتشارك في البيت في مصاريف ولادها ومصاريف في البيت وكل حاجة يعني ستة بتبقى أمر شيلة كل حاجة في الحياة ليه دايما بتطلحها مجنونة وإن هي مفترية وجبروت ليه أنا ما بطلعش الناس دي مجنونة أنا مش معاهم أنا مش معاهم ده مبدأين لا بالعكس الستة اللي فعلا بتشارك في البيت واللي معتمدة أو مستقلة وبتقدر تساهم لا طبعا دي ستة تستحق التقدير يعني مش تستحق التقدير أيوة بالضبط لكن يعني أكيد أكيد ده برضو مش كل الناس بتقدروا يعني احنا مجتمعنا فيه ناس فيه ناس بتقدر ده وفيه ناس ما بتقدرش ده لكن أنا من وجهة نظري إن إن ساعات النوع ده من يعني من الستات اللي هما بيسهموا بيبقوا متوقعين تقدير وده للأسف من الناحية التانية من الرجالة مش مش بيبقوا الرجالة قادرين يفهموا ده بالعكس هما فيه بعض الرجال بيبقوا شايفين انت مدام ست وبتشتغلي وانت اللي اخترت ده ولو ففيه نوع مش بيقدر ده فبالتالي من هنا بتبتدي تحصل المشكلة انت حددك حطيت ايدك على المشكلة الكبرى أنا كست لما ابتدي أساعد وساهم وممكن أكون باشتغل شغلانا ما بيجيب ليش فلوس كتير فلاقيت إن المسؤوليات زادت في البيت والولاد وجوزي على قده فأنا بحس كست مصرية لا ببنطفد يعني لو لا أنا هنزل أشتغل وساعد واجيب لولادي اللي هم عايزينه ومحسس جوزي خلي بالك الست بجد بتساعد وما بتزلش جوزها زي ما بيطلعونا اللي هو لا لا دي بتقعد بقى تكسر عين جوزها لا لا خالص هي بتحاول تحوط عليه من كل حتة وفي نفس الوقت بتبقى محتاجة الكلمة الحلوة اللي هو ايه قطر خيرك دي انت يا الله يعينك يعني أنا مش عارف من غير كنت عملت ايه يعني الكلمتين الحلوين دول يخلوا الست دينامو يعني بدل ما يعني خمسة شعلة بتبقى عشرة شعلة في البيت لكن المشكلة بقى المشكلة بقى نيجي بقى ايه في الحتة الحساسة ان الراجل اول ما بيعرف ان الست بتشتغل وبتشيل يعني عايزة لبس بتنزل تجيب عايزة معرفش تغير عربيتها بتنزل تغير عربيتها معرفش عايزين شاليه معرفش فين بتنزل تدفع وتقصط وتبقى هي هل كانة في القصة بيبتدي بص كده اللي هو ايه طب شيلي بقى ما دام انتي بتعرف تشيلي فشيلي وفي نفس الوقت اول ما بتبتدي الست تحس بعدم التقدير بقى مع الراجل ده وعلى فكرة مش بس مع الراجل حيانا الست كمان بتحس بعدم التقدير مع ولادها يعني ان هي تعبانة وشقيانة في مصارفهم وان بتجيب لهم كل حاجة وتلاقي مثلا ابنها يقول لها ايه ما هو ده الوجب وجبك يعني انتي ليه محاسسين ان انتي عاملة حاجة يعني ما بتتعملش فعدم التقدير ليه ليه الست الكويسة اللي بتصرف واللي بتشيل بتلاقي عدم تقدير من ولادها ومن جوزها حلوة وده ده يعني يعني احنا بنتكلم في حتة مهمة جدا لان الستات بطبيعتهم وبالذات الستات الكويسة اللي من النوع ده بيبقوا شعلة عطاء وبيحبوا يده جدا وزي اي حاجة في الدنيا اي حاجة ما فيهاش اتزان بتقلب بنتيجة عكسية حتى الحاجات الايجابية يعني انا لما امنح بس ودي بس وعود اللي قدامي ان انا بدي وبمنح من غير ما يخد ده بيكون ناتيجة عكسية لان اللي قدامي بيعتقد ان ده حق مكتسب خلاص انت اللي قررت ان انت تمنح وتدي او انت اللي قررت ان انت تمنحي وتدي وتعملي ده ما ترجعيش بعد كده تقوليلي انا عملت وصوت ودي كلمة بنسمع كمان في حاجة بتحصل جوه نفس اي انت بتشتغل وبتعمل مجهود غير المجهود بتاعها بيحصل جواها ان هو بتبتدي تبص للست اللي ما بتشتغلش وما بتعملش حاجة في الوقت اللي هي مش متقدرة فيه بتشوف ستة تانية ما بتعملش اي حاجة ممكن تكون متقدرة من جوزها ممكن تكون متقدرة جدا فبيبتدي يجي في بالها بقى ايه يعني طب ده ما بتعملش متقدرة ومتشالة وكويس زي بالضبط الاخ اللي ممكن يكون مؤدب جدا في البيت وبيعمل حاجات كويسة واخو الشائي بياخد امتيازات عنه ايه فبيبتدي قولك طب ما انا بقى شائي طب ما انا بقى كده من هنا برضو بتبدأ ان هي يعني تحس بان انا لا انا بقى انا ممكن اقل بالناحية التانية ولا كده صح ولا كده صح ولا انه ندي بافراط واعمل في اكبر من دوري ده من اسباب الشقاء يعني من اسباب شقاء اي انسان في الحياة انه هو يعمل اكبر من دوره ويتوقع نتائج او يتوقع تقدير من الاخرين لسبب بسيط جدا ايه لان تقدير الاخر ده حاجة خارج نطاق سيطرتي في حاجات في نطاق سيطرتي في احنا عندنا دايرتين دايرت حاجات في سيطرتي وحاجات خارج نطاق سيطرتي تقدير الاخر او احترامه اللي انا بعمله ده خارج نطاق سيطرتي انما انا كبني ادم اللي في نطاق سيطرتي هو دوري فكل ما البني ادم كان زكي كل ما كان حجم رغباته حتى الرغبات الايجابية رغبتي في العطاء حجمها مش مديش بالعكس الابرهند ان انا قدي بس ادي في حدود دوري لانه لما بدي زيادة وبشبع اللي قدامي بزيادة هو بيعتبر ان دا حق مكتسب فبالتالي ما بيحسش بطعمه بعد كده فبحتى كلمة شكرا زي ما انت قلت مع الولاد ممكن الولد لو ويتر نزله حاجة يقول له شكرا لو ممتو جابت له حاجة ما يقول له شكرا مش عشان هو ما بيحبهاش عشان هو شايف ان دا شيء عادي دا حق مكتسب ايوما هدي نظرية صعبة قوي يعني يعني الست مضطرة ان هي تبقى ندلة الست مضطرة لما تلاقي ان جوزها مش قادر على مصاريف البيت تضطر تبقى جحدة تعمل نفسها من بانها مش رغد بالي يعني اساعد جوزي وساعد ولادي ولا مساعدش خلي بالك الاسئلة دي الستات كلها بتسألها طب هي بتشقى وبتساعد وشيلاهم كده وعطاء رهيب وفي نفس الوقت فعلا ببص يلاقي ست مددلعة ومدغندرة وجوزها جايب لها كل حاجة والقفة بقى انه مش عجبها اللي هو ايه والله انا جبتلك اللبس ما هافش ايه والله عادي بس في حاجات احلى طب ايه رأيك نروح نسافر نصيف ده هو اللي بيعرض كمان ما عمليش مزاجها صنة عبانة خد ولادك وروح انا عايزة بشوف ستات معمول لها كل حاجة ومش عجبها ولا بيعجبها العجب ولا الصيام في الرجب وتلاقي الست دي جزها حارق نفسه عشان يرضيها وعشان يجيب لها وعشان يغير البيت وعشان ويصرف ويصرف وهي عادي جدا عارف نظرية انا ما عرفش انا ما فهمش عارفين يا بنات ويا ستات نظرية انا ما عرفش انزلي هاتي حاجات البيت اصلا انا ما بفهمش انزلي هاتي للولاد ايه اصلا انا بيتضحك علي فييجي الراجل يشيل أكتر مسئولية بس أنا بشوف أن الست دي ما لهاش دور في الله في بيتها ولا في مجتمحها ولا مع عيالها بحسنها ست برطة يعني من الست زكية كده وحرك أزيدك من الشعر بيت بقى أن الست اللي ما بعرفش وما بفهمش الستات اللي من النوع التاني بتحسدها جزها بيفضل يتعامل معاها على أن هي طفلة أيوة وعمره ما بيديها التأدير والحب برضو اللي الست التانية بتبقى شايفها بصي هو كل واحد نقصه حاجة يعني فيش حد عنده الحاجة كاملة بس في النهاية يعني الست الاتكالية الاعتمادية عمرها يعني ما تعجب راجل سوي ولا تعجب راجل بجد والعكس صحيح الست برضو المعطاقة بزيادة اللي بتدي اللي بتشيل شنطة غيرها وبتتحمل مسئوليات برضو يعني بيتم استخدامها بطريقة غلط فهو المطلوب أن أنا أدي وانح بس في نفس الوقت لو لقيت أن اللي قدامي ما فيش تبادلية في أن هو كمان بيدي لا أوقف ولو وقفت وهو ما خدش باله لا أرجع خطوة الورا ولو رجعت خطوة الورا وخدش باله أبتدي بقى أقعد وأتكلم واشوف إيه المشكلة في كده على فكرة سبب مشاكل كتير قوي وسبب طلاق كتير قوي أول ما الست بتفهم إن هي عمرها تدي 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 ومامتها تنصحها إيه قال ليلي فين الحنفية ريحي نفسك اهدي على نفسك مش كل حاجة عمرها تدي النهاردة عمالة تقولي كلام على فكرة أنا بيجي لي في الجلسات الكلام اللي إتي بتقوليه النهاردة ده من أخطر الكلام إتي عمالة يعني كل جملة بتقوليها بتمس مشاكل موضوع مش بس مشاكل عادية بص يا حظيك إحنا عندنا ثلاث أعداء ثلاث أعداء دلوقتي آفات في التعامل في الماديات في البيوت الآفة الأولى هي الاستنصاح اللي إنتي بتتكلمي عليها دي إن الست أو الراجل بالذات في الحتة بالست كمان لما تكون بتبقى بتشتغل مع الوقت بتبتدي تستنصح نتيجة المصايح اللي من الأهل بالذات استنصحي لأ ما تصرفيش ما تعمليش ما تسويش طبعا أولا خلينا نتفق إن دينيا وشرعا الست مش من يعني مش واجب عليها إن هي تصرف في البيت مش من دورها لكن في نفس الوقت لما الراجل حيحس إن هي بتستنصح عليه وإن هي بقى يعني بتتعامل من باب إن أنا يعني إن أنا هاخد منك ومش هديك ده برضو عيسيب جوه نفس الراجل أثر سيء معه أنت يعني إحنا شركة أنا أقول لك على حاجة يا محمد خلينا كده يمتفقين أنا من الستات دي أنا سيدة عاملة ويا ما شلت ويا ما ضحيت ويا ما ديت كل اللي أنا بحكي فيه ده أنا عيشته تستحق كل التأدير والله ربنا يخليك ففي نفس الوقت لما بجد الست هي مش بتتنصح هي بتاخد على دمخها كتير فبتبتدي الأهل خلي بالك أول حاجة الأهل لما يجلدوا البنت أنت ليه بتعملي كده ما حدش طلب منك تساعدي وتعبى نفسك على الفادي هل أنت سمعت كلمة التأدير هل أنت قدر كل المجود اللي أنت عملتيه فبتبتدي تتجرح يا مش ناصحة تبتدي تتجرح وبعدين تبتدي أنا فكر طب أنا فعلا اللي بيعمل كل ده هو مش مقدر اللي بيقدر خلاص دي مش حالتنا يعني اللي بيقدر بتبقى الحياة سعيدة وجميلة ومشاركة جميلة جدا طيب الأم والأب يبتديوا يجلدوا الست دي فبتبتدي هي ترجع لورا خطوتين طب أنت كراجل لما هي عملة تدي 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 بطلت سنة ما تديش يعني يقولولها إيه طب جربي كده جربي كده تدفعيش معا فلوس المدرسة جربي كده هيعمل إيه ما هيبتدي ينزل واشتغل ويدفع فيبتدي إيه ده ممال فين فلوسك يعني ما أنا عندي مصاريف كتير يبتدي يزعل على واجب مش من واجبها ولا حاجة من ضمن اختصاصاتها بطالة تعمله حلو جدا فبتتحاسب على عطاء مش بتاحها المفوض تعمله طب ويحصل المشكلة ويبتدي هو ياخد جم ويزعل فتزعل فهب في طلاقة صح خرب البيت بسببها هي وترجع هي السبب أصل أنت السبب أنت اللي صرفتي طب مها برضو معلش يعني ما أنا ست أنا لما لاقي جوزي محتاج حاجة هساعده لو أنا معاي لو أنا شايف أن أولادي محتاجين مصاريف معينة وأبوهم على قده أنا لازم أساعده هو ليه بنتعاقب على حاجة حلوة بنعملها في حياته لا هو مش عقاب هي العلاقات فن والفن ده يعني زي أي حاجة في الدنيا زي السواقة كده زي يعني السواقة دي برضو ساعات لو أنا دست بنزين زيادة هلبس ولو ولو ما قفتش دلوقتي برضو هلبس فهي زي أي حاجة في الدنيا محتاجة سنس فيه وقت معين أنا محتاج إن اللي قدامي العطاء في الحالة دي حتى لو أنا نفسي حتى لو دي طبيعتي هيدر زي يبني كده أنا دلوقتي يبني عاوز مثلا يفتح مشروع لو أنا اديته في الوقت ده هو مش مؤهل إنه هو يشيل مشروع طب أنا نفسي إنه أنا حقق له رغبته بس حضره مش هفيده فكذلك فيه أوقات معينة العطاء بيدر مش بيفيد هي عملية عملية وعي وعملية فهم طب إنت هتدينا سر الخلطة يعني إنت اتعرفنا إحنا كستات ندي العطاء بشكله إيه القعدة نعمل إيه كده التركات اللي هو إيه أرضي جوزي وارضي ولادي وابقى مبسوطة وفي نفس الوقت أنا ما جيبش الكافية لنفسي يعني اللي هو إيه عامله كويس واصرف واده نرجع للمبادئ آه يعني خلينا نروح للتقرير ماشي ونرجع نسمع سر الخلطة إزاي تضحي وإزاي تبقى independent woman وإزاي تبقى ايست بتصرفي وأمر ده مش عيف فيك دي ميزة بس بالطريقة إيه هي الطريقة بقى اللي ما تخليكيش انتزع علينا ويخليكي مبسوطة بعطائك ده هننزل نشوف كاميرا يحكى أن قالت إيه مع الناس ونرجع تاني للاستوديو خليكم معاين أوه طبعا أما يعني في إيدي حاجة أو كده أو مثلا هو أصف حاجة أنا بكملها عادي المشاركة واحد ما فيش فرق ما بالراجل ما بين ست الستة لو شاركت في المصاريف في البيت فهي زي ما بيقوله كتملكت شوية فطبعا أن الراجل هو مسؤول طبعا فهي مش هيخليك طبعا طبعا أنا ستة كبيرة ومجوزة هي قالي طول عمري مساءات ما تجوزة وأنا بشارك جوجوزة على طول في المصاريف يعني هو بيتفعل قدر عليه وأنا بكمل لا طبعا لأنا مش موظفة أشارك لازم ما لازم نشارك دلوقتي ما بقاش نافع أنا ما نشاركش لازم نشارك وعادي يعني بحس أن إحنا كده بنشجع بعض بنحمس بعض ما يبقاش برضو عليه كل حاجة لأ لأنها بتشتغلش لأ هي بتشتغلش بس هي مدبرة ممكن تشارك برضو قدية التدبير ده عبارة هو برضو مشاركة أكيد طبعا لازم السبت والراجل حاجة اسمها مشاركة أنت نفسك بتقول شريك شريك يعني 50-50 هو يدفع وإنت تدفع لا طبعا طالما هما اللي اتنين بيحبوا بعض استحالة اللي هما يتغيروا وما ما فيش حاجة تتغير طبعا تتغير طبعا عزة عربية عايزة جاوت عايزة داوت عايزة داوت طبعا ما عندوش إمكانيات هتعمل إيه؟ لا قاعد ما أملهاش على وقه خالص أنا بالنسبالي كده يعني منذ الوقت بقت مستقلة ما دائما وهاي صغيرة خالص فأعتقد أنهما خالص اتعودوا على الفاكت دي بقت البنات مستقلة يعني هي طبيعة الستات كده لما تشتغل لازم تتغير وتمسك فلوس وتتغير من كل حاجة تتغير لأنها بتصرف على البيت فلا تتحكم عليها هتتصرف بتكلم بجراءة وتصرف معها بشدية كمان لو ست محترم عمرها ما تتغير ولو رجل محترم عمره ما يتغير تغير قوي لو مستقلة ما دا معها ما يكفيها آه ما تعبروش كل كل مكنش مكنش لكن هي إن شاء الله عليهم أغلبيتهم يعني لا محترمين يعني على حسب الواحدة في مثلا الواحدة الجدع الأصيلة لا مش هتتغير إنها مثلا مش أصيلة طبعا هتتغير هي تتغير ما لو هو سلوكه وحش معها ممكن تتغير إنما سلوكه حلو معها تتغير ليه المادة مش هي تتغير يعني سلوكه اللي اتنم مع بعض يعني في المشاركة اللي حاجة تبقى مشاركة ما بين الاتنين بيكملوا بعض فهي الستة لو عاشت على يعني على يعني على يعني على مصاريف زوجة على دخله هو فهي يبقى في راحة إنما لو الاتنين اشتركوا يعني أنا مش بقى قايد الستة في المادة مع الراجل الصراحي ممكن نقسمها مع بعض أو نخليها بالحب كده برضو على حسب صفات الزوج وبردو البنت يعني على حسب صفات الاتنين يعني هل هي ممكن مثلا تبقى رخمة أو أنانية شوية في مصارفها هي بتبقى على حسب كل طرفين يعني لو الستة بتشتغل هي بتحط جز بيبعندهم أكاونت مع بعض مشاركة هي وجوزها ويحطوا في الأكاونت ده هي تحط مبلغ وهو يحط مبلغ وتبقى هي دي مصاريف البيت وبعدين اللي يزيد هي تشيلوا لنفسها بيتكلمهم مع بعض كتير عن طريق التفاهم دي مثلا دي مصارف دي كام ديها تتكلف كام ديها تتعطوز كام تدبير تدبير عن طريق التدبيع لكل واحد شوف دي مصارفه كام أخر الشهر ودي مصارفه كام أخر الشهر وفي الأخير شوفه مثلا لو مرتبوا بيحصدوا كل جداه يفضل يرتب الطريقة بتاعته عشان يعرف مينها يصرفه ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولسا معانا في الستوديو الأستاذ محمد عراقي مدرب حياة وعلاقات وحياتنا كلها هي عبارة عن علاقات أستاذ محمد أنا ست اندبندنت وبشتغل خليكم معايا بقى تاني أنا ست بشتغل واندبندنت وومن ومعايا فلوسي وزمة مالية ومنفصلة وبيتي وعربيتي وبحب أصرف على أولادي وبحب أساعد جوزي إزاي ما بقى الست وحشة في الآخر إزاي تتقدري بعد كل الحاجات الأمر اللي انت بتعمليها دي حلو سر الخلط أولا خلينا نتفق إن الاختيار في الأصل عليه عامل كبير جداً يعني أنت دلوقتي بتكلميني في الوضع الحالي لكن إحنا بقى بس عاوزين نوجه رسالة للبنات اللي لسه مقبلات حلوة قوي أنا معك جداً على الأصل دور عشان أنا عامل نفسي دلوقتي مع كل البنات اللي بيكلموني لايف كوتش آه بانصحهم بس أنا عايز أسمع منه البني آدم الأول خلفية البني آدم لو حسينا إن إحنا من البني آدم الإنسان ده من الأول مش مقدر أو مش شبهنا بشكل ما إن حاول نبعد إيه الإختبارات اللي أنا أعملها للراجل اللي أنا هرتبط بيه خلاص دولاتي هو أنا في مرحلة الخطوبة أو التعارف إيه الإختبارات بجد لأن إحنا بتدينا ننتوه يعني عارف اللي هو اختلط الحابل بالنابل هي مش فكرة إختبارات هي فكرة وضوح وضوح هيبان جدا في تعاملاته هيبان في تعاملاته مع أهله هيبان في تعاملاته مع أصدقائه وفي تعاملاته معي التعاملات هي أكتر لأن الكلام مفيش أسهل منه أنا ممكن أقولك أعظم كلام في الدنيا لكن في النهاية لو أنا تعاملاتي مختلفة عن كلامي لو كلامي عكس أفعالي ده علامة خطر شديدة جدا لازم نتوقف عندها فهو أنت بتبصي لأي راجل تبتدي تشوف إن كلامه شبه أفعاله ولا لأ إن البني آدم ده بيقول اللي بيعمله وبيعمل اللي بيقوله ولا لأ واضح جدا الاتفاقات واضحة يعني أنا بالنسبة لي إن راجل مثلا يروح لستي يقول لها والله أنا ما عنديش المقدرة إن أنا أشيل الدنيا الوحدي فأنا عاوزك تساهمي معايا أفضل من راجل يدخل في العلاقة ويبقى قيل للست براحتك وبعد ما يدخله وهي تبتدي تشيل فلوسها مثلا بتاعت الوظيفة يبتدي يتدايق منها ويحس جوها نفسيا إن هي المفروض تساهم فكل ما كان الإنسان واضح في اتفاقاته وكل ما كان الدنيا مترتبة من الأول ده حيفرق جدا جدا آه هي دي نقطة مهمة قوي وأنا معاك جدا فيها إن لازم تصارفاتك تبقى زي كلامك بالضبط أنت قلتلي هاجة تقدم في شهر ستة يبقى هاجة تقدم في شهر ستة طبعا أنت قلتلي أنا إمكانياتي كذا يبقى طلع إمكانياتك كذا ما جيش هندخل بقى ورمي بقى وفرش الفرشة الكبيرة وانا 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 وفي الآخرة ليل بنت ما بيقلش ما بيعملش تلت تربع الكلام اللي بيقول بالضبط حتة بقى معلش انتعلم في مام مختار لا خدي راحتك يعني حتة بس كده إيه عشان أنا عاملة إكس كبيرة على حتة إن الراجل يقولها أعرف الراجل من معاملته الأهل لا أنا أسف خالص أنا بطلت الكلام ده الراجل بيبقى بيعامل مامته كويس جدا وتحت رجليها وشايلها وشايل إخواته وكل حاجة ويجي عند مراته ويعمل نفسه مش موجود خالص يعني ممكن يصرف ويدي المامته بس ما بديهش لمراته فأنا أسف جدا ما تقوليش أنا بشوف معاملته مع أهله إزاي حلوة دي ندخل بقى على العدو التاني اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو إيه احنا قلنا على الاستنصاح في الاستخصار بقى أيوة ليه الراجل ممكن يستخصر هنا الراجل بص كلمة الاستخصار مقصودة يعني ممكن يكون بدي لأهلي وما بديهش لمراته ليه الراجل ممكن يستخصر ليه بيبقى حاسس بعدم التأدير وديه حتة نفسية عند الراجل ممكن ساعات كتير جدا الست ما تبقاش فهمها مدام أنا أصلا بطبع كريم وأصلا ممكن أعمل ده مع أهلي بس باجي لحد مراتي وأروح جاي مش مديها ده معنان أنا مستخصر فيها مستخصر فيها ده معنان أنا حاسس إن هي مش مقدرة اللي أنا بعمله معها ممكن ده يبقى غلط أو ممكن ده يبقى صح ممكن هو يكون شخص بيبالغ في احتياجاته ممكن تكون فعلا هي مش مقدرة ممكن يكون طمعا فيها شايفها معها فلوس فاصريف انت هنا بقى نروح للحتة الأولانية إن هو حاس إن هي مستنصحة عليه فبالتالي لما حاس إن هي مستنصحة عليه ابتدى هو كمان يستخصر فيها عشان كده بقولك التلاتة أعداء خطار التلاتة دول ومحدش بياخد باله منه تاني التلاتة الاستخصار الاستنصاح الأول الاستخصار الاستغلال والتلاتة بيودوا البعض والتلاتة ولاد الخوف يعني خلي بالك إيه اللي بيبوز إيه اللي بيعمل الماديات يعني 49% من القضايا اللي موجودين في محاكم الأسرة دي إحصائية عملت موجودين بسبب الماديات يعني نسب الطلاق في مصر بسبب الماديات تتخطى الخمسين في المائة متخيل الرقم عامل إزاي؟ وده ليه؟ عشان الماديات فعلا أنت بتلاقي على فكرة الرجل معه فلوس والست معه فلوس واللتنين بينهم مشاكل عشان اللتنين فيه حاجات بتدخل زي ما أنت قلت في الأول فيه تحريص فبيعمل استنصاح فالاستنصاح بيعمل استخصار والاستخصار بعد كده بيجيب استغلال فالحاجات دي لما بتدخل بتبعز العلاقة ما هو تخيلي أنا عايش معاك ومستخصر فيك وانت شايفة ده فانت هتبقي عايشة عاوزة تستغليني ردود أفعال مختلفة أيوة خلي بالك الست بتدايق الست بتدايق بعد ما كان الراجل ده صورة تبيرة جدا في نظرها وهو راجلها وراجل البيت خلصت بيبصله كده اللي هو انت ازاي كده يعني بتدخله حتة البخيل اللي هو انت ازاي ما تصرفش عليا وعلى بيتك فيبتدي الراجل يصغر 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 أخديها قاعدة سوزانة مدام الراجل ألف نظر مراته خلص شكرا استحالة استحالة يرجع يجبر تاني واستحالة تخضع له اه طبعا فكرة أولا هي بتبعيشها مش مبسوطة مهما كان لأن خلاص هي الستة اللي بجد يعني الأنثة اللي بجد يعني هي ما تقدرش تعيش مع راجل قليل ولو عاشت هتبعيشها لأهداف أخرى مش عشان هي مبسوطة ولا عشان هي مكملة عايش عشان العيال بقى عايش عشان الكلام بقى عشان العيال عشان الكلام بقى لكن مدام الراجل عشان كده أنا دايما أقول للستة اللي هي المعطاة بزيادة مش من مصلحتك مش من مصلحتك ان انت تخليه اعتمد عليك اه طبعا لأن دا لو حصل وهو اعتمد عليك فعلا واتكل عليك انت لا تزعل انت اكتر واحدة قدامها تخساري لأن خلاص هيقلف نظرك ومع الوقت لو اقلف نظرك انت مش هتعرفي تستقبلي منه زي ما كنت بتستقبلي المشاعر والعواطف وفيه ثلاث مناطق احنا عارفينهم هم يعني لازم نبقى فاهمانه هو الراجل محتاج ان هو يحقق لمراته الامان العاطفي والامان المادي والامان الجنسي وبالتالي هو ما ينفعش مثلا انا برضو اتحول لراجل بحقق الامان المادي وانسى الامان العاطفي والامان الجنسي برافو عليك انا ما بجيني مشاكل مثلا وانسى الراجل بيجي يقول لي ايه دي مراتي ابتدت تعلي صوتها علي وابتدت تشتمني وطريقتها تغيرت بص انا ما بروحش على مراته ايه الحاجة اللي هي محتاجها ايه الحاجة اللي انت نقصها فاقول له طب علاقتك الحميمية تمام يعني انتو العلاقة الزوجية ماشية كويس يقول لي يعني ما عرفش ايه الست محتاجة العلاقة الزوجية المستقرة المستقرة اه بالزبط كده مهما كان لو اديت لها ولذلك بنشوف ستات عايشين في أسور وأحلى عربيات وبتبقى مش مبسوطة بس مش مبسوطة وبتخون وبتخرج بره النص خالص ليه كده وبيعملوا كده وستات محترمة يعني هما مش معنى كده ان احنا بنبرر لهم افعلهم عشان هي نقصها حاجة عندهم واتكلمت وقالت وتم تطنشها عشان كده انا دايما اقول لأي راجل يعني وانا كمان اذكر نفسي عبليهم ان الست ليه احتياجات ولو ما خدتش احتياجاتها دي بتعد بييجي عليها وقت فعلا بتتصرف تصرفات يعني خطيرة فاحنا محتاجين وكذلك الراجل فيه سؤال كده يعني دايما بيجي او بقوله يعني بسأله كده هو امتى نقول لأ العلاقة دي فشلة يعني من وجهة نظر عارف امتى انا من وجهة نظر انا كايمان ان العلاقة بتفشل اول ما انا بتحول من انسة لذاكر واول ما جوزي بيبقى من ذكر لانسة اللي هو يعني ايه ما انا مش بقول الادوار بتتغير الادوار بتتغير انا فجأة بقيت انا عايشة دور الراجل اللي بصرف اللي بشخط اللي بربي اللي بنزل لوحدة اروح للميكانيكي اعمل سنت العربية اروح للمستشفى مع الولادة انا بقيت راجل من اول ما انا بتحول من ست الراجل بكل مسئولياتي انا ما بقتش انسة ونفس الحكاية الراجل اللي بيتكل بيقعد عالكنبة وست راحت وجابت واشتغلت وصرفت وعملت اتقلب ست حلوة انا مبسوط ده عامل من عوامل فشل علاقة تغيير الادوار ده مهم جدا عشان كده ده برضو من ضمن الخلطة اللي انت بتقوليها ان احنا نحدد دورنا ونعمله خلي بالك المجهود هنا مهم لكن انا بحكم على علاقة انها فشلة زي كده امتى اقول عربية دي مش نفعة او ملهاش لازمة لما ما تقديش غرضها لما ما توصلنيش المكان اللي انا عاوز اروحه تمام كذلك العلاقة تبقى فشلة امتى لما ما تقديش غرضها طب ايه غرض اي علاقة في الدنيا هي انها تسدد احتياجات الاخر يعني انا عندي احتياجات اللي قدامي عنده احتياجات احنا اللي اتنين بنصب في احتياجات بعض لو انا احتياجاتي واحتياجات الاخر احنا ما بنسددش انا مكبر دماغي كان اللي قدامي ده بني ادم بلاستيك ما عندوش احتياجات وبديله اللي انا شايف من وجهة نظري ان انا بدهول وليكن ده الماديات مثلا واحمد ربنا ان انا اصلا بديكي فلوس واحمد ربنا ان انا بصرف وشوف الرجالة التانية اللي ما تصرفش تمام وكذلك الست احمد ربنا ان انا بأأكل وبشرب وشوف الستات التانية اللي مش بتعمل كأحمد فشوف انا ما بشرفش مخدرات ولا بخون لا ايا الدنيا مش كده هي مش كفاية ان احنا نكون ما بنعملش الغلط هو مهم نبقى فاهمين ان الغرض الاساسي للعلاقات هو ان احنا بنبزي المجهود بنتخلى عن انانيتنا بنتخلى عن الارغاباتنا في ان احنا نطلع بره نفسنا ونبزي المجهود اتجاه بعض وده حاجة مش سهلة عشان كده الالاقات دي مش حاجة سهلة وعشان كده لما بتبقى فيه علاقة حقيقية بتتقدر انت عارف يا محمد اخر كلام يعني انا دايما بقول في كل برامجي وحلقاتي ان السعادة قرار السعادة ما بيجيش كده يبقى قاعدة كده لا يهوب السعادة نزلت علي من السماء السعادة قرار انا والراجل اللي برتبط بيه انا هبزي المجهود انا هضحي بواحد اتنين تلاتة انت كمان هتبزي المجهود بواحد اتنين تلاتة عشان نقدر نبني حياة اي واحد فينا خل بالتعاقد ده لان اي دي شركة شراقة يعني احنا اتنين دخلين شركة مش مقولة كنا انا قاعد في البيت باكل واشرب ونام والتاني شغال لأربعة عشرين ساعة في الشركة فالخلل ده اللي بيحصل المشاكل لكن انا في النهاية عايز اقول ان زي ما احنا عملنا فحصات ما قبل الزواج وعملنا كل الكلام اللي بيأهل الشباب وبصراحة الحكومة وجميع المؤسسات متكتفة عشان نقلل نسب الطلاق الموجودة عندنا في مصر لكن انا كمان بنادي ان لازم يبقى فيه live coach او دكتور نفسي لاتنين كده مع الشباب في البداية اللي هو انت عارف انت هتتجاوز ايه انت عارف هتعمل ايه انت عارف مسئولياتك ايه يعني اتمنى نزود الوعي ده اكتر واكتر ويمكن ده من هدف برنامجنا هنا فيه حتى انا وده من احسن اهداف وبصراحة ده فعلا انتو بتكلموا في حاجات تخص وتمس الواقع وحاجات مهمة جدا روشتة كده في دقيقة يعني روشتة بتقولها الاتنين دخلين على الجواز حددوا ادواركو قبل ما تدخلوا الجواز العواطف لوحدها مش كفاية ما تتوقعوش توقعات غير منطقية وخارج نطق سيطرتكو يعني كل واحد فيكو يبقى عارف دوره اتجاه الآخر وما يتوقعش ارجوكو ارجوكو محدش يتوقع من الآخر التقدير ان انا حعمل فهو حيقدر فحيتغير يعني بلاش لطريقة التفكير اللي احنا بنفكر فيها بقالنا 23 سنة لأ انا حعمل دوري ويهي عالم ممكن نتيجة تبقى سلبية ممكن نتيجة تبقى ايجابية فانا بختار كويس من الاول وبعمل دوري وبس مش اكبر من دوري مش اكبر من دوري شكرا جدا سيد محمد عراقي مداري بالحياة والعلاقات نورتانا في يوح كأننا مشاهدينا اخر كلمة هقولها هقولها بجد الست الاندبندنت يعني الست اللي بتشتغل الست اللي معاها فلوس مش معنان الست بتقطع في شعرها وبتاكل مشابك الغسيل بالليل الست الاندبندنت الست اللي معاها فلوس بالعكس ده من احن الستات وااجدع الستات اللي بتبقى سابورت لجوزها وبيتها وعيالها الست الاندبندنت مش لازم على طول تبقى فشلة ومتطلقة اه احيانا كتير بتنفصل عشان مسئولياتها بتبقى كتير واللي قدامها ما بيقدرش فمش معناها ان الست تبقى اندبندنت ومعاها فلوس معناها ان الست دي رهيبة دي قوية لا انت لما بتعرفش تفهمها والمجتمع ما بيقدرهاش قوي اول ما تبقى الست مستقلة ومعاها فلوسها وشقيانة وتعبانة كل الناس بترمي عليها اعباء حتى اهلها حتى اخواتها حتى من قارب الناس ليها ما معاها ما بتشتغل ما معاها فلوس ارحموها ارحموا الست الاندبندنت ارحموا الست العاملة اللي بتشتغل وتعبانة وشقيانة قدروها وطبطبوا عليها قولوها قطر خيرك الله يعينك واكتر ست بتشيل مسئولية اكتر ست بتضحي وتبقاش عايزة بيتها يتخرب على فكر عكس ما كل الناس فكرة اكتر ست بتنزل شارع وبتشتغل وبتشقى هي اكتر ست يصعب عليها نفسها جدا لو بيتها تخرب بالعكس تبقى شايلة بيتها وشايلة ولادها وشايلة اهلها وشايلة كل الناس اللي حواليها فاحنا من النهاردة بنقدرها وبقولنا لها برافو عليكي وانتي صح انتي مش غلط ربنا يعينك وربنا معاكي وانتي من اجدع الستات اللي موجودة شوفكم الحلقة الجاي على خير ان شاء الله